السلام عليكم سؤالي لك دكتور زاكر نايك مرتبط بما سألته الأخت والشخص الآخر الذي أعلق على إظهار الجيد في الديانات أنا أؤمن أن الإسلام هو جزء من هذه السلسلة المترابطة من الديانات أتكلم عن اليهودية والمسيحية والإسلام وحتى تكون مسلماً يجب أن تؤمن أولاً باليهودية والمسيحية سؤالي عن صلب المسيح دعني أقول الرواية الإسلامية عن صلب المسيح بكلمات أخرى أنا أؤمن أنه بمجرد توضيح هذه القضية فلن يكون بيننا اختلافات كبيرة والمسافات سوف تنتهي الأخ سأل سؤالاً لدينا جزئين في السؤال أن المسلم لا يكون مسلماً إلا إذا أمن أولاً باليهودية والمسيحية والإسلام وأنا أخلف ذلك الله يقول في القرآن في سورة آل عمران الآية 19 إن الدين عند الله الإسلام هذا يعني أن ما جاء به موسى عليه السلام لم يكن إلا الإسلام هو لم يدعو أبداً لليهودية وما دعا إليه المسيح يسا عليه السلام لم يكن إلا الإسلام هو لم يدعو أبداً إلى المسيحية لفظة المسيحية ليست موجودة في الكتاب المقدس أتعلم؟ أول مرة تارد كلمة المسيحية هو صفر أعمال الرسل في صفر أعمال الرسل أن الناس من أنطاقيا لقبوا أتباع المسيح بالمسيحيين فقد كان لقباً أطلق من شعب أنطاقيا عيسى عليه السلام لم يسمع أبداً لفظ المسيحي في حياته هل تعلم ذلك؟ فأين دعوته للمسيحية؟ لذا قولك أنه على المسلم أن يتبع اليهودية والمسيحية ثم الإسلام هذا خطأ إن الدين عند الله الإسلام وكل الرسل لم يدعو إلا للإسلام وما تجد من الكتاب المقدس والكتب الأخرى هي نسخ محرفة من الكتب الأصلية الآن نأتي لسؤالك رأي الإسلام في الصلب ما يقوله الإسلام عن الصلب القرآن يقول في سورة النساء الصورة الرابعة الآية 157 وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله اليهود زعموا أنهم قتلوا ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبها لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين بالتالي طبقا للقرآن قال اليهود أنهم قتلوا المسيح عيسى عليه السلام ولكنهم ما قتلوه ولا صلبوه ولكن شبها لهم إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقين بالتالي طبقا للقرآن نحن نؤمن أن المسيح عيسى عليه السلام لم يصلب لكن شبيهه هو الذي صلب وقد كان لي مناظر بعنوان هل صلب المسيح حقا الصلب هو أن يموت الشخص على الصليب وفي مناظرة أثبت أن المسيح عيسى عليه السلام لم يموت على الصليب وليس لدينا في الإنجليزية مصطلح لمن يوضع على هيئة الصليب ثم لا يموت وبالتالي الكلمة الجديدة التي يمكن أن نقولها هي فما أؤمن به هو أنه كان تخيلا وليس صلبا لأني أثبت في كلامي أنه لم يصلب للاختصار ليدرك المسيحيون ببساطة كيف أن المسيح عيسى عليه السلام لم يموت على الصليب لم يصلب لما سأل الناس عيسى عليه السلام يا معلم نريد أن نرى منك آية قال في كتاب متى الفصل الثاني عشر الفقرة ثمانية وثلاثين جيل شرير فاصق يلتمس آية ولا تعطى له آية إلا آية يونان النبي كما بقي يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاثة ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاثة ليال أي مسيحي يعرف معجزة يونان عليه أن يذهب إلى صفر يونان وهو صفر من صفحة واحدة وإذا سألت أي مسيحي عن معجزة يونان سيقول أن يونان طلب منه الإله العظيم أن يذهب إلى نيويوي ليبلغ الرسالة لكنه هرب من الأمر وذهب إلى جوبا وبينما هو مسافر على السفينة هاجت عاصفة وظنوا في ذلك الوقت أنها بسبب شخص لم يطع ربه فاقترعوا لذلك فتطوع يونان عليه السلام وقال أنه خالف أوامر الإله وفي ذلك الوقت كان عندهم ظن أنهم إذا ألقوا شخصا من السفينة في البحر فأنه سوف يهدأ فأخذوا يونان وألقوه في البحر عندما ألقوا يونان في البحر أكان حياً أم ميتاً؟ كان حياً أم ميتاً؟ كان حياً عندما أصبح في البحر في الظروف الطبيعية في البحر الهائج في العاصفة يموت الإنسان لكن يونان عليه السلام لم يمت بل ظل حياً وجاء حوت وابتلعه عندما ابتلعه الحوت أكان يونان حياً أم ميتاً؟ كان حيا إذا مات فهي ليست بمعجزة إذا كان حيا فهي معجزة ظل ثلاثة أيام وثلاث ليال في بطن الحوت يدور به في المحيط كان يجب أن يموت الإنسان بسبب الاختناق لكنه لم يمت فهي معجزة ثم لفظه الحوت خارجه على الشاطئ مات أم ظل حيا لم يمت لذلك هي معجزة من معجزة من معجزة من معجزة ألقي في البحر ولم يمت ابتلعه الحوت ولم يمت ثلاث أيام وثلاث ليال في بطن الحوت ولم يمت لفظه الحوت خارجه ولم يمت فهي معجزة من معجزة من معجزة فالمسيح عيسى عليه السلام قال كما بقي يونان في بطن الحوت ثلاث أيام وثلاث ليال هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام وثلاث ليال بالتالي عندما تسأل مسيحيا هل المسيح عليه السلام في قبره لثلاثة أيام وثلاث ليال كان ميتا أم حيا؟ كان ميتاً أم حياً؟ يخبرنا المسيحيون أنه كان ميتاً لكنه هناك تناقض ليحقق هو معجزة يونان يجب أن يكون حياً لذا فقط من خلال هذه النبوءة وهناك طرق أخرى كثيرة يمكن أن نثبت من خلالها أن المسيح عليه السلام لم يموت على الصليب بل كان حياً واعتماداً على هذا يمكن أن نثبت من الكتاب المقدس أن المسيحيس عليه السلام لم يموت على الصليب المسيحيس عليه السلام لخص الأمور في أمر واحد قال أنه لا يعطي آية إلا آية يونان كما بقي يونان ثلاثة أيام وثلاث ليال في بطن الحوت هكذا يكون ابن الإنسان ثلاثة أيام وثلاث ليال في قلب الأرض وإذا حللت أكثر حتى ثلاثة أيام وثلاث ليال لم تتحقق لأنه وضع يوم الجمعة على الصليب وقبل أن يأتي يوم الأحد أنزلوه أكان في القبر متى؟ متى وضع في القبر؟ وضع الجمعة بالليل ثم بقي يوم السبت كاملا وليلة السبت ويوم الأحد صباحا خرج بالتالي هناك ليلتان ويوم بالتالي حتى نبوء الثلاثة أيام وثلاث ليال لم تتحقق لكن بالتأكيد لو أراد أن يحقق الطريق الأخرى مثل يونان يجب أن يكون حيا وقد أعطيت حججا كثير من الكتاب المقدس أن المسيح يسى عليه السلام لم يصلب يمكنك أن تشاهد شريتي عن هذه المناظرة حيث خطت مناظرة مع مسيحي عربي هل صلب المسيح حقا وأثبت هناك أنه لم يصلب وإنما رفع حيا أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك السلام عليكم اسمي عائشة أنا من الفلبين وولدت مسيحية وأنا الآن مسلمة من سنة واحدة والحمد لله لدي شيئين الحمد لله أود أن أشير حقيقة إلى شيئين الشيء الأول هو لقد لحظت أن معظمنا المسلمين نهاجم أو نتكلم عن مواطن الضعف في الأديان الأخرى لماذا لا نعرض الأشياء الجيدة كنموزج ضدهم؟ كما سمعته في هذه المحاضرة نحن أفضل بكثير من النصارى حتى الآن أنا أدرس في مركز إسلامي وبحسب بعض أساتذتنا فقالوا أنه لا يمكن لأحد في العالم أن يحكم على إنسان فالله وحده سبحانه وتعالى هو الذي هو من يقول أن هذا القلب جيد فهو جيد لا يمكن لأحد في العالم أن يحكم ماذا تعتقد في ذلك؟ الأخت سالت سؤالا أن الله سبحانه وتعالى من يحكم على القلب وأنا أوافق وتقول لماذا تقول أننا أفضل؟ أختي نحن يجب أن نعرض ما هو جيد ما فعلته في هذه المحاضرة أني أخذت الأشياء الجيدة في المسيحية وأنا أحاول أن أخبر المسيحيون أنه في الحقيقة لو اتبعت أوامر المسيحيس عليه السلام فهذا جيد أنا أحاول أن أرفعهم ولست أحاول التقليل من شأنهم ربما أنت أسأتي فهمي ما أحاول أن أقوله عندما صرحت أنه إذا كانت المسيحية تعني من يتبع تعاليم المسيح عليه السلام فبالتالي نحن مسيحيون أكثر من المسيحيين أنفسهم ثم أخبرتهم بآية في القرآن تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لم أقول أبدا أننا أفضل إننا نتبع كتابهم المقدس بشكل أفضل هذا ما أقوله أنا أخبرهم لماذا لا تتبعون كتابكم المقدس أيضا على الأقل اتبعوا ما هو مشترك أنا أحاول أن ألتقط النقاط الجيدة في الكتاب المقدس إذا قال كتابكم المقدس كن محتشما المرأة يجب أن تغطي رأسها المرأة يجب أن تكون محتشمة فأنا أسألهم لماذا أنتم غير محتشمات أين محاولتي لإثبات أننا أفضل منهم أنا أحاول أن أقول دعونا على الأقل نتفق على ما هو مشترك بيننا ومجددا هذا ليس من عندي أنه ما أخبرنا به خالقنا الله إنه ليس أسلوبي بل الله يأمرنا بذلك إن قلت أنه خطأ فأنت تقولين أن الله مخطئ الله سبحانه وتعالى قال في سورة آل عمران تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم فما هو الأمر الأول أن لا نعبد إلا الله لذلك يجب علينا أن نوصل الرسالة لغير المسلمين أن تعالوا إلى كلمة سواء وأول أمر منها هو أن لا نعبد إلا إله واحد وهو الله أتمنى أن يكون ذلك فيه الجواب مساء الخير دكتور زاكر أنا راب من الفلبين أود فقط أن أعرف أو أستوضح ما هو دور إسماعيل ابن إبراهيم في الإسلام الأخ يسأل عن دور إسماعيل عليه السلام في الإسلام نحن نؤمن أن إسماعيل عليه السلام كان ابن إبراهيم هو ليس فقط مذكور في القرآن بل أيضا مذكور في الكتاب المقدس القرآن والكتاب المقدس ذكر أن إبراهيم كان لديه زوجتان صارى وهاجر حتى أنه ذكر في الكتاب المقدس كما ذكر في القرآن أن إصحاق عليه السلام هو ابن صارى عليها السلام وإسماعيل هو ابن هاجر عليها السلام وبالتالي كلاهما أبناء النبي إبراهيم عليه السلام والاثنين نبيان من الله يجب أن نحترم ونحب كل منهما أتمنى أن أكون قد أجبت على سؤالك